صباح الخير مشاهدين بحل أجديد من برنامج الحدث اليوم في عنوين الصحف ما قاله علنا رئيس التيار الوطني الحرج بران بسيل عن الخيارات المتاحة أمام رئيس الجمهورية لعدم تسليم حكومة يراها بسيل بأنها لا يمكن أن تتسلم صلاحيات الرئاسة في حال الفراغ الرئاسي طبعا نقاش في هذه الاحتمالات سيما وأن مستشار رئيس الجمهورية القانوني نفى أن يكون هناك أي نية لرئيس الجمهورية بالبقاء في بعبدة أو بتشكيل حكومة ثانية أو بإمكانيته استحب التكليف من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لأنه ما بعد الطائف ليس كما قبل الطائف مجموعة من العنوين اليوم رح نناقشها في هذه الحلقة مع ضيفي أهلا وسهلا فيك الوزير السابق مروان شاربل صباح الخير صباح الخير إليك وللمشاهدين أنا ويك رح نناقش بكل هول العنوين بطبيعة الحال وبعرف أنك مطلع على أجواء سياسية وروحية ومرجعيات روحية وما إلى هناك وأيضا فيه بين إيديك كتاب حول الحدود البحرية والمرسوم يلي بعد مصدر يلي عم بلوحوا فيه بس ما بعرف قديش جد هذا التلويح بصدور المرسوم رقم 6433 بس قبل هيك سريعا لأنه بمجلس النواب في الليجانة النيابية المشتركة يلي عم تناقش موضوع الكابتل كنترول وأمام المجلس النواب زملتنا ديانة عواضة يلي رح تكون معنا لتواكب الاحتجاجات يلي عم بتصير على هذا القانون ديانة يعطيك العام نعم جزفين بالتزامن والعيقات جلسة الليجان المشتركة وبدعوة من نقابة المهاتسين في بيرون وضفة من الجمعية المدعين ورابطة المدعين والأطحاب لنقابات الحرة نفض عدد كبير من الناس أمام مجلس النواب رفضا لإقرار قانون الكابتل كنترول وهذه ليست المرأة التي يقوم فيها هؤلاء الأشخاص بالأعتصام للتشديد على رفضهم القاطع لهذا القانون إلا جانب نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسير يخبرنا أكثر عن هدو فصيل وقفتنا اليوم لمنع إقرار مشروع كابتل كنترول لأنه بنظم النهب المنظم لأموال المدعين والأموال اللبنانيين هذا المشروع كان لازم مشروع الكابتل كنترول يعني تقييد خروج منع رؤوس الأموال منع الهروب الأموال الخارج كان لازم يكون من سنتين لكن هذا المشروع المطروح الآن يتضمن قونة وشرعنة سرقة أموال المدعين وسرقة أموال المدعين أحد بنود هذا المشروع المقترح هو تشكيل لجنة تحل محل الخضاء تضرب دور وخضاء لجنة مهلف المحاكم مصر فبنان وزير مليك وآخرين لحل النزاعات هالقانون يميز بين لبنانيين بين وداع قبل 2019 وداع قديمة بيعتبرها وداع جديدة قانون يميز أيضا بين الحقوق يشرع عدم حصول المدعين على أموالهم بالعمل اللي أوضعوها بها يعني تحويل العملة الصعبة اللي نوضع حق ويلو فيها إلى لبناني بدون وجه حق هذا الخانون يجب أن يمر قبل الانتخابات حاولوا تمريره ما مرع لأنه اختلفوا بين بعض أولا وصار فيه ضغط بالشارع ومن النهابات اليوم أيضا تأجل البحث فيه أيضا لأنه في صعوبة يقبلوا أنه يشرعوا النهاب المنظم بدون يمرؤوا مش عام يعرفوا كيف نحن سنستمر بالتحرك لمنع إقرار هكذا قوانين شكرا إذن جوزفين كما ذكر رقيب المهندسين في بيروت لأنه سيستمرون في العتسام والتظاهر لمنع إقرار هذا القانون وهتشتر إن شرع أن بسام الشيخ حسين الذي دخل المدع الذي دخل إلى المصرف للمطالبة بمبلغ الذي وضعه في البنط موجود هنا للعتسام جوزفين نعم شكرا لألك الزميلة ديانا عواضة على هذه الرسالة بدي أرجع رحب فيك صباح الخير ترغينا نروح عند زميلتنا لنشوف أجواء المهمة بيئت أنا وياك يا عبد الحرام باقيين بسأرى كلمتين بحديث لصحيفة الأخبار الوزير جبران بسير رئيس التعليل الوطني الحر بيقول لن نقبل بأي شكل من الأشكال بأن تتسلم حكومة ميقاتي المنقوصة الصلاحية صلاحية الرئاسة بتابع وهناك خيارات كثيرة بينها ما لا نريده كبقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته وبينها أيضا سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف أو تشكيل حكومة أخرى هل هو عم يعطي خيارات الرجل ما بعرف ما عم بقول إذا هو رح يعمل أو ما رح يعمل بس شو رأيك في هذه الخيارات الذي أعطاها الرئيس التعليل وطني حر جبران بسير قبل ما أجيب بدي بس المشهد اللي شفته يعني بيقولوا لمنع إقرار قانون الكابيتل كونترول لمنع إقرار معناتها في كتير مبسوطين جواب مجلس النواب إنه ما ينقر لو بدوا ينقر كان نقر من سنتين يعني نحنا عم نمشي مع هالموضوع هيدا نعم مع المنع يلي بيفرح كتير وما بيزعل أنا برأيي كان لازم يعملوا مشروع إنون ويودوا لمجلس النواب بدعم من النواب اللي هني حريصين على إقرار مشروع كونترول لمصلحة المواطن لمصلحة الأشخاص اللي عندهم أموال المودعين وساعتها منقول عن جد إنه بلش التحرك صحيح طيب اللي ما نعشوه طيب أوك ما عملنا واليوم اللي جئين مجتمعات وفلت مين بيكون المستفيد مين المستفيد اللي ما بدوا ينقر من الأساس مش هاك يمشتغل على الطريق مش هاك دائما لازم في تخطيط بالموضوع بنعمل مشروع إنه شو بدكم إنتو لحتى ينمشي بهذا الموضوع شو اللي مفروض ينحط بالكابيتل كونترول حطوه وبعتوه لمجلس النواب وكلنا منوقف ومنمشي ومنحكي عنه بالوسائل الإعلام وسائل الإعلام توقف معكم وبيصير في مظاهرات أكتر وبيصير ومنجبر ساعته مجلس النواب إنه يمشوا فيه بس هنطالبين تعديلات أيلين شو هن تعديلات مظبوط بس كلمة لمنع شو يعني لمنع إقراره بصيغته الحالية من اللي قال إنه راح يقرأ أو من اللي شو الدغوطات اللي عملت حتى تمنعهم طب هلا راح يجتمع مجلس اللي جن راح تجتمع وأقرته شو بيصير خلونا نعرف عن جد يعني بالنهاية ما في شي يعني مشتتين ما في سوابة من سبتعش الشهر من سبتعش لالفان وتساطعش لهلأ عملت انتخابات وشفنا اللي شاء اللي صار وعملت انتخابات مجلس نيابي وليجان ومعرف شو ما وصلنا لنتيجة يعني يعني صار المواطن بخيري من أمره أنه طيب شو ليه لازم نعمله شو لازم نعمله أنتوا فقدتوا أهم شغلة أنه ما ضمنتوا مع بعضكم من الانتخابات لا لا بالعودة إلى العنوان الأول لهذه الفترة اليوم ما هي الإمكانات المتاحة أمام رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر لمنع استلام صلاحية الرئاسة في حال فراغ الرئاسة لحكومة مستقبلة في إمكانية وحدة متاحة هي بيد مجلس النواب وهي انتخاب رئيس الجمهورية وبنقطع على كل هالخبريات وكل القصص اللي عبتنحكها وأنا وفي أشخاص بتغلطني إنه قال لمن مجلس النواب بيجتمع بتلتين مجلس النواب طبعا بالتلتين إنه رئيس جمهورية ما فيك تنتخبه بعشر أصوات بعدك تنتخبه بالتلتين بس مش معناته سمح أو قال لن النواب غيبوا معلاش يعني سمح لنه غيبوا مشان ما تعملوا التلتين شوف كيف بيتفسر الموضوع مش هناك أنا عبقول إنه ليش بنا نفسح مجال لمن مجلس النواب ما بينتخب ما بينتخب رئيس الجمهورية خلال مهلة شهرين خلال مهلة شهرين معناتها خالف الدستور ما عد عتب على رئيس الجمهورية إذا بقي من بعد واحد وثلتين وخالف الدستور كيف الحكة بسمع تفسيرات إنه لا عطيونا مهلة عطانا المشرع تلتين عطاك التلتين لتنتخب رئيس الجمهورية ويحس إنه هو عنده ثقة ثقة العدد الأكبر من مجلس النواب مش عطاك لألك أنت حتى تفل حتى تعطل حتى تعطل حتى تعطل بس المقاطعة يا أستاذ مروان هي حق دستورية بمجرد أنه كرس الدستور وقال أنه في حال المقاطعة والغياب عن مجلس النواب ما في نصاب لانتخب الرئيس هذا أعطى حق لمجموعة من النواب أنه يعطوا رأيهم بالمقاطعة بأي يمير دي هذا الدستورة ديني يار هل تقول لي إيه هلأ الدستور أعطى حق النصاب عندما حدد موضوع النصاب فهو أعطى حق بي لمن ليس موافق على انتخاب أي رئيس أو شو ما بدك أن لا يؤمن النصاب أعطى حق للنواب أنه لازم يكون أكبر عدد ممكن من النواب يعطوا سيئتهم له الرئيس لا يعرف يشتغل لا يقدر يشتغل صوري رئيس جمهورية بيطلع بخمس وستين صوت ورئيس جمهورية بيطلع بمئة وعشرين صوت أيهو بيكون أيهو بيكون عنده نسئة فيه أكتر هيك بيقصد فيه بقى كل واحد مت ما بده بيفسر أنه لا عطل لا مش مصبول بس اليوم في توجه للمقاطعة ما في شيء بس شو معلوماتك اليوم في توجه للمقاطعة الخبرك طبعا أكيد هلا بلك لأنه مثل ما عم نشوف ما في شيء بالدستور الدستور اللبناني بيقول علينا أن ننتخب رئيس جمهورية ما لأنه إذا أنت ما عجبك فل وما تجي وقاطع فرجونا ياها طب إذا تعذر انتخاب رئيس جمهورية بحكم عدم توافق العدد من الموات لا 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 أنا عندي تفسير غير هيك عن جد المادة ٦٨ بتقول في حق المادة ٦٠ بتقول ليش ما عصب اليوم؟ لأنه حاسس أنه ما رح ينتخبوا رئيس جمهورية وحاسس أنه فيه مؤامرة على البلد ما كنت بدي أحكيها كيف يعني؟ هلا بشرح لك شرح لي هلا خليني إليك خليني إليك المادة ٦٠ بتقول في حال خلو سدة الرئاسة لأي لأي علة كانت لأي علة كانت بس عدم انتخاب رئيس جمهورية وعدم تطبيق المادة المسيط المادة اللي تنتخب فيه رئيس جمهورية هذه ليش علة أعطاك مهلة شهرين تنتخب رئيس جمهورية أما شو العلال يلي يلي بتمنع أنه مات رئيس الجمهورية قدم استقلته فات على المستشفى وراح بالكومة هذه العلال أما عدم انتخاب رئيس جمهورية ليش علها هو مخالفة دستورية المخالفة دستورية بعد بصير يفسروا يقولوا أنه لا ياخي يعطانا التدتين لحتى نقاطع لكن قال بكل صراحة أنه فيك أنت ما تجي بعدين يمشين هكا عم بقول طيب شو رأيه أنا بدي يسأل بمجلس النواب شو رأيه نايب نايب على بخلال أربعة سنة بيجي مرة واحدة هذا ما بيتخسب أو بنعطيه بصفل بنعطيه معاش تقاعدة لأنه تقاعد شو اشتغال طيب في نواب ما بيجوه أوكي طيب عم تقول حضرتك طبعا انتخاب رئيس جمهورية هو واجب دستوري واجب طيب عال عال اليوم أنا بدي أفترض أنت أخبر بهذا الموضوع أن أنت خاب رئيس جمهورية بحاجة إلى توافق سياسي داخلي وخارجي بلبنان تعودنا على هذا الموضوع وهلأ صرنا كأنواع من نسلم جذل أنه نحن فيتنا على فراخ شئنا أم أبينا اليوم هذه الخيارات التي طرحها الرئيس التيار جبران بسيل في حديثه إلى صحيفة الأخبار هل هي متاحة له بالقيام بها؟ أكيد لا أكيد لا أنت ريلي أيها هي بلك متاح أو المشروط رح قال لك يهون وحدة 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 وهناك خيارات كثيرة بينها ما لا نريده هو هيك بيقول كبقاء الرئيس بعد انتهاء إليه أول شيء أنا عن لسان الرئيس الرئيس ثاني ما بيبقى عن لسانه هو خبرك نعم الثاني ما بيبقى غيره رايح على الرابع الرئيس بـ 31 تشرين ريجع الرابع صح؟ أكيد ريجع الرابع شوف في احتفالات العبية سترافقه إلى الرابع ما معرف ما أنا ما حكيت معه به الموضوع وبينها أيضا سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف كيف؟ موارف الدستور ما بينص اللي عطا التكليف بيحق له مجلس النواب مش رح يسحب التكليف غيره أو تشكيل حكومة أخرى تشكيل حكومة ها هي مفروض تتشكل حكومة تشكيل حكومة أخرى غيرها؟ غيرها؟ هو قصده تشكيل حكومة أخرى يعني ما بعرف هل هون شون المقصد هل هو عم يقصد عم يدعي الرئيس مئاتي لتشكيل حكومة أخرى موازية لأنه كمان كان فيه كلام بالإعلام مش عمحمل الكلام هيدا أكتر من ما بيحمول بس أنا عمقول رينا صار لنا أسبوع عشر طيام نقرى سيناريو 88 يتجدد ورغم كل النفي لحتى نكون منصفين أصر بعبدة بينفي كل هول بس أنه عم نقراهن أنه تجدد هل يعني جبران بيسيل بتشكيل حكومة أخرى العودة إلى سنة 88 أو بيعني أنه نجيب مئات يروح شكل حكومة شكل حكومة غير اللي موجود ولو نرجع إلى 88 قبل الطائف شيء وبعد الطائف شيء تاني نعم قبل الطائف كان في رئيس الجمهوري ونعملت ونعملت كان في حكومة كان في حكومة برئاسة الله يرحمه رشيد كرامي ويومتها اعتذر وكلف ساعتها سليم الحص الله يطول بعمره ولما ما مشيت الأمور رجع كلف الجنرال عون تأليف الحكومة وصار في مقاطعة بتتذكر يومتها وبقي فيها أربعة أو خمسة يعني الوزراء المسلمون ملتحهم بيقدر رئيس جمهوري بس من بعض الطائف كيف نظام برلماني مش نظام رئاسي نعم وبالتالي الحل الوحيد هو تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس يعني أنا ما عم بفهم ما عم بفهم أنه ليش ليش مسرين يعني هون عم بيخلوني شك ليش مسرين بتأليف حكومة معناتها بنيتكم يمكن ما يكون في رئيس جمهورية شو المؤامرة اللي حكيت عنا لما سألتك ليش هالقد معصب ومنفعل اليوم قلتلي معصب لأنه في مؤامرة على البلد ما قلتلك معصب قلتلك أنه طبعا مش مرتاح إذا مسر في رئيس جمهورية طيب ما في رئيس جمهورية وحكومة مستقيلة وما في تفاهم شو عم نقول للغرب برا؟ شو عم نقول له خي secret؟ بالزمان بعت شو لنا قوات ردع عربية بعت thunderstorm أو قوات ردع اجنبية ما بديش ساحك ترم هيك شو يصيء اجنبيii على البلد يعني طبيعي أنه ليوم تريح حضرتك عدم تشكيل حكوم وعدم إنسخاب الرئيسяла ولصياء دولي رايحين نحو المتريس وكياس الرمل حرب أهلي ما بعرف حروب شو ما بعرف مين ما فيك تعرف مين مع مين ومين ضد مين بس رايحين إلى يعني أنا بدي أسألكت أنه ضروري المسلم ضد المسيحي أو المسلم ضد المسلم أو المسيحي ضد المسيحي رح يصير في حرب جائع ضد الغني هيا مش اسمها حرب هيا اسمها انتفاضة ثورة ثورة الفقراء ثورة عم بسألك ومين بيرد الثورة بعدين مين بوقف الثورة إذا الأجل تعمل قيادة الجيش إذا الأجل اليوم في كلام عنه إذا ممكن محتمل أنه يصير في فوضى اليوم قيادة الجيش ستستلم زمام الأمور إلى أي مدى هذا الكلام صحيح يستطيع ما فيه شيء اسمه قبل الطائف شيء وبعد الطائف شيء حاجبا كل واحد يخترعلي يعني أنا بقرأ مرات بوسائل إعلام بقول لك أنا بدوني عبوك خيها الصحيفي بدوني بيعوها ما بتم بيع وراء أبيض خي ما بيصير عن جد خلي خلي بعض الصحفيين يكتبوا أمور مرات تقري إشياء عن جد تستفيدي منها وإشياء بتتحكي خي ما بتصير هاي أمور ما بتصير وإذا أنا ما حدا بيقدر يعمل ضد البقية يعني في شارع مقبيل وشارع وشارع مقبيل وشارع معينة في فوضى ما حدا بيقدر يسيطر لوحده بدو يصير فيه تفاهم إذا ما صار فيه تفاهم لهون عبلك أنا أنه ما فيه تفاهم على تأليف حكومة جديدة أو على القليلة منح هذه الحكومة سيئة مجلس النواب الجديد لأنه هي ما عنده سيئته وانتخاب رئيس جمهورية يا خيين تقبلنا رئيس جمهورية طيب إذا ما اتفقنا طيب شو الدليل أنه نحنا رح نتفق من بعد 31 تشرين لحد يغير رأيه شيء ما حدا رح يغير أنا رح لك كيف ساعتها رح تجي الأوامر من بره وتقول له نضبه في هذا رئيس جمهورية انشئته أما بيته هايك بدكن بدكن أنه يصير في ضغط من الخارج لانتخب رئيس جمهورية بدكن يصير في ضغط من الخارج لنقلف حكومة بدكن فيه شي ضغط من الخارج لحتى نقل له هذا رئيس حكومة بدنا يعيه أنت بتعرف أستاذ أرغان أنه اليوم العميد أول شميش أستاذ العميد حضرت العميد بتعرف حضرتك أنه دايما أنه رئيس جمهورية بيجي مع تسوية والتسوية بيجي خارج عودناه عودناه سميلي دولة تانية يخي تونس مثلنا عقدنا بتونس اسأليهم بتجي التسوية من بره سوريا بتجي التسوية من بره مصر تجي التسوية من بره دول الخليج بتجي التسوية من بره ليش بس لبنان التسوية من بره ليش حيط مواطي هالأدت ما عم بفهم أنا ليش لا من اجتمع من انتخب رئيس جمهورية ما اتفعنا بيصير في اجتمع مش بالتلتين بالمئة وثمانة وعشين نيب إذا هني فريقين أو ثلاث أفريقاء كل فريق بيرشح واحد اللي بيطلع بيطلع رئيس جمهورية ما عملناها وفي تجربة كانت أحلى أيام الديمقراطية بوقتها عيام الله يرحم لي الساركيس والرئيس لما فرنجي خلينا أرجع لي اليوم الخيارات المتاحة أمامنا اليوم في معلومات عن أن الرئيس المكلف ناجيب بن آتي قد يزور قصر بعبدة في اليومين المقبلين بزيارة وصفت بأنها الحاسمة وأنه بدون يحكوا بصيغة هذه الحكومة مع كلام وتوجيه وإشارات من حزب الله بتعويم هذه الحكومة أي بأنه تعديل اسمين فيها لمصلحة رئيس الجمهورية وبعادة أعطائها الثقة أو بأعطاء الثقة هيك شفاهيا يعني أنه ترجع تشتغل أو بدنا نروح على السيناريو الثاني أنه يفشلوا بتشكيل حكومة ورايحين على الفراغ الرئاسي وصلاحي وبتبقى هذه الحكومة المستقيلة اليوم الكلام عن حكومة مستقيلة رئيسة سنة صلاحيات مارونية إلى أي لا لا ما صارت قبل الطائم وصلاة مطرح السنة مارونة اليوم في كلام لحظة لحظة في كلام عن المرجعية المارونية الأولى اللي هي الديمان وأنا بعرف أن حضرتك على علاقة جيدة جدا بالبطريارك الراعي وكان في تساؤلات حول إذا ما كان البطريارك سيعطي الغطاء الديني المسيحي لرئيس البلاد ميشيل عون في حال بده يبقى ببعبدة أو بده يعمل أي خيار من هؤلاء الخيارات لعدم تسليم صلاحية الرئاسة إلى حكومة مستقيلة هل هذا الكلام صحيح؟ غبطة البطريارك قال بده انتخاب رئيسة جمهورية بأول أي لول طيب كيف بده يعمل يا عمي بحكومة الرئيس تمام السلام وبحكومة الرئيس السانيوري اللي هو بلش فيها بتتذكري لما استلمها شو جو البطريارك بهذا الموضوع؟ البطريارك لن يغطي بقاء الرئيس عونبي بعبدة إيدا مع أنه الرئيس ما بده بس أنه في حال تفاقة مثل أمور شو رح يكون موقف المرجعية المارونية؟ أدفى أدفى غطاء أنت عبتقول يغطي أدفى غطاء يعني من دفئ هو الدستور اللبناني رئيس الجمهورية لن يخالف الدستور حلف اليمين ما رح ينهي عهده بمخالفة الدستور بس ها عم بلك ومين ما حدا يحكي ومين ما حكي يحكي حتى لو جبران باسيل حكي رئيس الجمهورية لن يبقى ثاني يعني حتى لو جبران باسيل اليوم عم يعتهول الخيارات الثلاثة الرئيس ميشيل عون لن يخالف الدستور ولن يقوم بأي خطوة تذكري كلامي أنا عم بصلك كرميل هيك تذكري كلامي رئيس الجمهورية لن يبقى ما بيخالف الدستور ولا رح يكون خطوة يورطها للبديجي من بعد منه نعم ولن يسحب التكليف بأي شكل أصلا لن يسحب طبعا ما بيقدر توجيه رسالة مجلس النواب بيوجيه رسالة مجلس النواب مجلس النواب مجبور خلال ثلاثة يام يجيوبه أكيد 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 ستنا الدستور ما قال منسحب التكليف ولا قال أنه رئيس جمهورية بيبقى قال أنه إذا لأسباب لأسباب لأي علة كانت قال لأي علة كانت طبعا أنا ما بقبل بقول العدم انتخاب رئيس جمهورية هاي لعلة أبدا مفروض ينتخب رئيس جمهورية معهم مهلة شهرين طب شو بتكون أكتر من هك طب من هي اسمها المطروحة حضرتك اسم مطروح كل مرونة مطروح بس اسمك عم ينترح بالكواديس مين طرح أنا مطرحة حالي مين طرح بس أنا بدي إليك أنا هيلي كيها فيما بقى تسأليني عن حالي أنا ما بعمل رئيس جمهورية لا أعمل رئيس جمهورية أنا إذا ما بنجح ما بقبل أعمل رئيس جمهورية بس شو بيضمان لك يعني طبعا شو الضمانة إنه بيضمان لما أنا ما بدي شي وأنا ما بدي شي ولا عايز شي ولا هالكرسي هي عايزتني مش أنا عايزها أكيد هذي أول خطوة نحو النجاح بعدين إذا الكل طبقوا علي وما بدون ينفذ اللي أنا بدي إياه مع أنه أنا ما بدي شي وإني بدون لأ ساعتها بيكون في قرار تاني ورئيس الجمهورية بصلاحيات والمحدودة ما بيقدر يشيل الزير من البير بفل طيب من هي الأسماء المطروحة الأخرى اليوم في عدد من الأسماء تطرح تحديدا منها بكركي يعني على خط بكركي حزب الله أكتار الأسماء أكتار الأسماء أقول لك في كتير هلأ في تنين ترشحوا في أعلنوا ترشيحهم هلأ لأ عم نحكي عن الأسماء إذا بدك اللي عنده أكثر حظوظ بالوصول إلى الرئاسة وعم نحكي عن الأسماء المطروحة مين اللي عنده أكتر حظوظ أنا عم بسألك كيف بيعرف أنا بدي إسأل كيف بيعرف مثلا اليوم الوزير سلامين فرانشي يعني بقدم نفسه على أنه عنده حظوظ عنده حظوظ وأنا عندي حظوظ وأنت عندك حظوظ لا أنا لا ما عندك اثنان ثلاثة أصحابك بأيدوك أنا ما عندك مارونية طعال ما عندك مارونية كاتلوكية طيب ما عملك مارونية بدي إليك شغلة أنا هيكي بتفاجأ وقت بقول اللي عنده حظوظ أو اللي حظوظ أوفر بيقول كيف اللي حظوظ أوفر مجلس النواب اللي بيقرر كأنه حظوظ أوفر ولا لأ وبكري وبس يصير فيه هو ده اللي أنا بدي إياه إنه كون في اثنان ثلاثة بمجلس النواب يقترعوا لفلان ولفلان ساعتها اللي بيأخد أكتري بنقول هيدا لحظو الأوفر بس شو قلع معنى طيب إذا بكري اتفقوا على واحد طيب لا شو باع بدي يروح مجلس النواب يجتمع بشو نشوف طيب ما عارفين هو مين خلاص ما عارفش بحضر تلفزيون أنا بسكر تلفزيون معروف مين رئيس جمهورية بس عم تحكي مشين شو يروح يحضر بس عم تحكي حضرتك هلأ شوي إنه طوبويات مش طوبويات حالت لي لأنه بلبنان اعتدنا يا سعد اعتدنا ما هي كلمة اعتدنا إنه الحياة السيسية بلبنان ما بتمشي إلا بالتوافق ولما راحوا بدهم ينتخبوا حتى يعني صار الانتخاب أيضا بشبه طيب شو علي إذا اتفقوا على اتنين وصار الصراع جوه بقلب مجلس النواب هيك رح يصير يمكن يصير في معلومات عن أنه في اسم عم بتم التحضير لقلو عند يعني القوات لبنانية والقتل المعارضة الأخرى ما عم بحكي مع حدا لا أعرف ما بعرف بس أنا أنا أتمنى وجدتني معقول إنه يمكن يتفقوا على اتنين وهاتنين يكونوا مقبولين من الكل مقبولين من الكل ويصير في سباق بقلب مجلس من هنالتنين المقبولين من الكل هزا ما قالوا لي هنالي هناليقوا حدا بس هو حد مقبول من الكل لا جزافين في كتير ما قصدك من حزب الله وهو من معارضين حزب الله طبعا طبعا بتنين مقبولين من حزب الله وحلفاء ويتنين مقبولين وهن وليزيتهم مقبولين من من القوى المعارضة القوات المعارضة طبعا بينزلوا بهتنين عملية نواب اللي بيربح وما بنعرف مين مين مع مين ومين ضد مين أنه بحد بش إنه واحد هلا منها عاطلة إنه بس اتناهين احلى هلأ بدأت وقفة فاصل اعلاني من بعد الفاصل الاعلاني بدنا نكفي بدنا نكفي نقاشة أقوى بدنا نكفي هلأ بموضوع الاستحقاء الرئاسي بطبيعة الحال مبارح يعني النقب محمد رعد بقول انه لتعويم هذه الحكومة بانتظار الاتفاق على موضوع الاستحقاء الرئاسي بس السؤال هو ما بعد هذا الاستحقاء اليوم كنت عم تقول هيك بلحظة انفعال او مبعر سميها ما شاءت انه في مؤامرة على البلد ما هي هذه المؤامرة فراغ رئاسة من اجل الوصول الى ماذا الى تغيير النظام بالبلد الى مؤتمر تأسيسي ومؤتمر التأسيسي اللي عم بفكر انه مؤتمر التأسيسي بيصير على البارد مش مزبوط مش صايرة بعد بربنان بس ما هو هلأ بقوله مش على البارد يعني هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية والإفلاس هو مش بارد يعني هذا هو اذا انت تفوتي على السخن بدك تلاقي بدك تلاقي الظروف الظروف هي وشو هي حكومة مستقلة ما في رئيس جمهورية العالم جعاني ميتي من الجوع موظفين ما عم بيروحوا بس العسكر عم يشتغل طيب شو رأيهم بكرة بواحد تشرين التاني بطل العسكر يشتغل مين بيحصل الوضع الأمني على الأرض طيب في عم بقولولي يبدو في مشاكل أمام مجلس النواب بدنا نرجع لزميلتنا ديانا عواضة ديانا يعطيك العافية علي خليك عاتي صورة بس خليكن هون إذن زميلتنا ديانا عواضة أكيد مش عم تسمعنا ديانا يعطيك العافية خبرينا كيف يبدو المشهد بين مجلس النواب نحن عم نشوف الصور يمكن في شوية أشكالات نعم نعم جوزفين يعني قام عدد من جمعية المدعين ورابطة المدعين إضافة إلى أصحاب النقابات الحرة بالانتقال من أمام مجلس النواب حيث قاموا بالاعتصام اعتراضا لإقرار قانون الكابتل كونترول خلينا نحكي مع أحد من رابطة جمعية المدعين خبرونا اليوم عم تنتقلوا من البنوكة على كل النواب على البنوكة لا تكثروا وتخبطوا وتعبروا عن سرخة مية بالمية لأنه بموجب الدولة صار لها سنتين ونص قاعدة عم تناطل كل يوم عم بيحكتوا رحولنا قانون كابتل كونترول بيشرع سرعة زرعة أموال المدعين وبيحمي أصحاب المصارف نحنا مزال هيك نحنا هيك دولة ما بقى نعترف في أونينا ونحنا ما نعمل القانون على اللي بيناسبنا القانون اللي بيناسبنا هو استفاء الحق بالذات خطواتنا الجاية المواجهة مباشرة مع المصارف مع موظفي المصارف وإذا الموظفين بيعتبروا حالهم أنهم هن ما قالهم دخل يتفضل يوعدوا على جنب ولا موظف يروح على مصرف لأنه من هاليوم بالرائح المواجهة مفتوحة مع المصارف بموظفينا بأصحابه فأنا بدعي كل الموظفي المصارف ما يروحوا على أشغالهم لأنه الدولة بهذه قانون عم تجبرنا على المواجهة مع المصارف هذه حركة تمرد والدولة بيعت الموظفين لبنوكي وبيعت الجيش كمان كل يوم هنطب على مصرف رح نسكر كل البنوكي يعدوا الموظفين ببيوتا هأمل لهم أنا رح طب فوت ودلوا البنزين إذن جزفين هذا هو الأجواء كما نرى بعدسة الزميل علي سلم قاموا أو عدد من جمعية رابطة المنتعين بالكتابة على الحائط لشعارات أو شعارات الرابطة إضافة لشعارات منددة بأصحاب المصارف وكما نرى بأنهم توعدوا بالتصعيد في حال إقرار مشروع قانون الكابتل كونترول بطاعة الحال سنكون في متابعة مستمرة ومواكبة لتحركات هؤلاء الأشخاص ضفطا لأصحاب المعن الحرة الموجودون هنا وليموفدكم بأبرز التفاصيل جوزفين نعم شكرا لإليك زمنتنا دي أنا يعطيك العافية طبعا رح نرجع لإليك عن درود أي جديد ساعة العميد كنت عم بتقول سيادة العميد بقوله صح؟ لا حضرة العميد حضرة العميد لا سيادة سيادة حضرة العميد سيادة صعبة كنت عم تقول أنه المؤامرة تهدف إلى تغيير النظام وما في تغيير نظام بسير على البلد هو على الحامة وأنه قد ندخل إلى مؤتمر تأسيسي جديد هلأ في البعض يقول أنه أنه حتى تعديلات دستورية مش قادرين نعملها فكيف نروح على نظام سياسي جديد؟ تعديلات دستورية طفيفة خاصة بالمهل كل ما حدا يطرح موضوع نظام أنت بتفكري كيف رحنا على الطائف بعد 15 سنة حرب 200 ألف قتيل طيب أنا المؤامرة أنا صرت شيكي بالموضوع أنه كيف نبلشي بالمؤامرة من الخارج نعم ونحن ما بعرف عن حسنية ولا عن سؤنية ولا عن إهمال عن منطبقة لكن المؤامرة كيف نبلشي نبلشي مبارح بالقرار اللي أخذته الـ UNHTR هذه المنظمات الأمم المتحدة نعم مفروض مليون ونصف سوري يتضامنوا ويتكاتفوا مع اللبنانيين وتعلموهم بنفس الوقت وبنفس ومش بعد الظهر يصير في تفرقة بين اتنين لازم يكون فيه اندماج بين السوري هيا مش مؤامرة على اللبنانيين أصدقى لتوطيق طبعا تمهدا لتوطيقهم تمهدا لتوطيقهم طب أنا بدي أسأله للأمم المتحدة للمنظمات وهون بتمنى حدا يجاوبنا وأنا وقت اللي كنت وزير اكتشفت هالموضوع وعملنا كتاب طيب هايدي عم تدفع 37 دولار على كل شخص طيب هالولد اللي بيخلقوا ما بيسجلوا هاي دا ولد بتعطوه مساري لأنه هاي دي أمه وبيه إذا ما فيه إثبات ولا ما بتعطوه مساري بتعطوه 37 دولار لهالولد اللي بيخلق طب ما هيدا مش مسجل فإذا انتوا عم بتحمسوهن بتقولوله خلف وما تسجل واخد 37 دولار على كل طفل ولو ما سجلته بكرا هاي دا الولاد بياخد الجنسية اللبنانية وهيك بتبلش الاندماج لأ أنا من هوني مبلش المؤامرة على اللبنانيين على المسلمين وعلى المسيحيين مش بس على المسيحيين ولا بس على الشيعة ولا بس على السنة على الكل لأنه اللبنانيين بأغلبيتهم كلهم 99% رافضين الاندماج في عندهم دولة سورية و90% من الأراضي السورية صارت تحت تحت السيطرة كيف هالحكي من هون أنا بقول لك بلشت المؤامرة واحدا يقول ليش هيدا مش عم بي حدا بيخلق لولد وما بيسجلوا عن قصد ما بيسجلوا بناءا لتعليمات وليطلب من المنظمات اللي هي مسمي حالة منظمات حقوقية هني لا بيعرفوا لا بالحقوق ولا بحقوق الانسان بس ما هول اللاجئين كمان من هون عايشين بظروف لائقة يعني هلا تروح تبرو مع المخيمات يعني هنه كمان يمكن من مصلحاتهم يرجعوا ع بلادهم فما الذي يبقينهم طيب يروح طيب يطلعوا يتفقوا هني والأمم المتحدة إنه خلالي نحنا رايحين على سوريا في كتير بيحبوا يروح على سوريا بس الأمم المتحدة بطل تعطيهم يا بتبقوا هون طيب نتفعلكم بسوريا ما نتفعلكم لا ما بعرف أحد يعرف ما حدا بيقدر يعرف هلا يبدو عم بقولوا في تجاوب من الأمم المتحدة وأنه العواصم اللي عم تعنى وتعالج موضوع اللاجئين السوريين عم بيقولوا بالدولة اللبنانية وزير الشؤون وغيروا أنه عم بيصير فيه نوع من التجاوب مع المطلب اللبناني أنا بدي أنا بدي يوجه كلامي هدا اللي قلتلك لوزير الشؤون الاجتماعية عن جد بدي يقول له شوف إذا كانت الأمم المتحدة عم تدفع 37 دولار عن كل شخص وهذا الولد اللي بيخلق ومش مسجل بيعطوه لما بيعطوه وأنا أكيد أنه بيعطوه وبيعطوه عن أصد وبيقولوله ما تسجل طيب عم تقول أنه هذا مدخل إذا بدك للمؤامرة على البلد سميتها هيك حضرتك المؤامرة شو بتغيير ديموغرافي يؤسس لتغيير نظام شو هو عم تقول تغيير نظام تغيير نظام وقتها مرتب طيب وقت اللي أنا بدي لك شغلي شو يعني أحاول لك شو يعني رأي لك شو يعني كيف حم تربطه وقت اللي بيصير في تغيير ديموغرافي شو بيفكروا الأقليات بالتقسيم كنا نحكي بالفيدرالية وصارت ما بقى إلى قيمة إذا بيصير في تغيير ديموغرافي بيصير الأقليات بيعتبروا يعني شو بكتقولي للدرزة شو بكتقولي للمسيحي نحكي بكل صراحة شو بكتقولي للشيعي لأنه هني أقليات بالشرق شو بكتقولي هل السنة لازم السنة ما يقبل أنه يتوطنوا للفلسطينيين ولا السوريين وهني موافقين وأنا حكيت مع هني مصرين أنه ما يكون في عرق غير العرق اللبناني وهني دايما مين مصرين؟ السنة مع مين أحكي ما عاش أشخاص أنا وياهم على علاقة ومهمين يعني هم اللي يريدون ما بيريدوا باعدون لبناني بس اليوم عم ينحكي إذا بدك عن وقت مرتأسيسي بغض النظر عن توطين اللاجئين ولا لا يعني هنا اللبنانيين نفسهم مش قادرين يعيشوا مع بعض ما في كتما عم بخبرك الخربة الدنيا كلها ما بعرف إذا عن حسنية وعن سؤنية هو المرسوم اللي صدر بالألف تسعمية واربعة وتسعين مرسوم التجنيس مرسوم التجنيس يلي هلا إذا بنا نجنس خمسمية ستمية واحد بتقوم لأيامي بس لما نجنسنا مئة وعشرين ألف صاروا هلا أربعمية وستين ألف ما حدا بيجيب سيروتون هيدا هيدا المرسوم هو اللي خربط خربط التفكير الأقليات والمسيحيين بالتحديد ليش بدوا يحد يهرب الخربط نعم لإذا الموضوع واللي ما خلى كمان هذا المرسوم ما خلى الامرأة اللبنانية ما خلى الامرأة اللبنانية أن تمنح الجنسية لابنها نعم هذا حق لازم تعطيقها مرها لبنانية شو بدك أحلى من هك طيب بس هذا المرسوم ياللي شو بدي خبرك أنا وقت اللي كنت وزير تجيني تجيني مع أشخاص في واحد في شخص قال لي قال لي مع الوزير أنا عملوني لبناني وأنا ما بدي كيف تزوير أوراق شو بدي خبرك خبريات ملفات صار مين بيزور كيف أنا تزوير أوراق أنت شو اسمك جوزافين ديب وما معك هوية ما معك شي منحط إخراج قيد اسمك جوزافين ديب ومنقدم ويطلع عليك جنسية بس أنت شفت هذا الشي بوزارة الداخلية طبعا بس ما فيه أرار من مجلس شورا بس ما مين مسؤول عن هذا الموضوع وزير الداخلية ودوائر الأحوال الشخصية لا لا ما من الـ 94 أنا استلم في 2011 حدثك عم تحكي عن يعني حدثك عم تحكي عن الـ 94 طبعا من الـ 94 طبعا طبعا ما لازم كان يتوقع هذا المرسوم مدى رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير الداخلية بدأت وفع فصل مع بعض الفصل علينا سريعا بدأت نرجع علي مسألة اليوم المؤتمر التأسيسي كيف يعني شو هي حاصلة الطواقف الجديد بمؤتمر تأسيسي جديد مثل ما عم تقول حضرتك فاصل أصير ونرجع أعود لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفة الوزير السابق مروان شربل بدأ يرحب فيك في هذه الأسناء سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري بوزارة الداخلية طبعا نحن ننتظر خروجه لنشوف إذا فيه أي تصريح له أي كلمة له هل سيكون هناك برأيك اليوم دخول سعودي على خط الرئاسي بعد ما عرفنا لحدها لا لا الزيارات اللي عم بيقوم فيها السفير مش دلالة يعني مثل الزيارات اللي عم بيقوم فيها سفير إيران باللبنان مش دلالة هذه بس بعد ما احتدمت بعد ما يعني بعد ما صار في حكي جدي بما وضوع رئاسة الجمهورية وإن شاء الله كثير في حكي أنا شايف ما رح يصير في حكي تخلص المهلي وما بيصير شي لا لأنه ناطرين يتفقوا كلهم لحد ما هو المدى يعني في ناس عم بقولوا لأول السنة لأول سنة المقبلة يعني 23 هذا اللي عم بيقول كيف كيف عرف بناء على اليوم مسار المنطقة وتسوياتها يعني كيف تنسهب على لبنان والتحضير الأرضية بلبنان ما بيمشي ما بيمشي إنه بيكون في رئيس جمهوري وصير المسار كوي ما كيف تنحاددهم من رئيس الجمهور بناء على على موازين القوى ما هيك فإذا عملي معروب شرفك ما تسأليني سؤال الخارج بيمون علينا أنا بنقهر طيب هلا بتقولي لي إيه هيك صاير معك حق من وقت خدنا الاستقلال لها بس أنا ما فيني تحمل هيدا طيب كنا عم نقول عن مؤتمر تأسيسي مؤتمر تأسيسي لنظام شو بأي شكل اليوم عنا توازنات طائفية بالبلد حتى حزب الله هل بنحكي شوي عن الحزب حتى حزب الله اليوم اللي هو طرف الأقوى في البلاد يخضع لهذه التوازنات الطائفية أولا من خلال علاقته بالسناء الشيعي بالرئيس برري وحرصه على هذا الموضوع ثانيا بتأكيده على أنه لا يريد الغلبة على الطواقف الأخرى بخطابه هيدا يعني بخطابه ما هو عريف شو الأقوى الأقوى شو أنا عنده حضور سياسي وعسكري مع العسكري ما يستعمل العسكري خلنا نحكي المنطق بالسياسي نحن عم نحكي شو أقوى بالسياسي منه الأقوى هو برأيك بشو قوى قوى مع حلفائهم قدرين الحلفاء يجتمعوا مع بعضهم بكرة بكرة القسم الثاني من مجلس النواب يعني اللي بسمهم معارضة وقتجددين إذا تحالفوا مع بعضهم بيصيروا الأقوياء كمان مش معناته بالسلاح الأقوي يعني العالم بتفسر أنه حزب الله القوي بالسلاح مش مظبوط القوي بالتحالف تبعه برأيك يعني ما في أثر إذا بدك لموضوع السلاح على يعني ما بيأثر موضوع السلاح على قوة حزب الله بالداخل أكيد لا وإذا استعمل سلاحه هالمرة خسارة لإله معاد بيأثر على شي هو بيعرفها قوته بتحالفاته بإقناع برأيه وإيصار رأيه لبقية حلفائه هو يعني ما منهم من يقول بأنه هو لا يستطيع أن يقنع إذا بدك تسميها كان يقول يفرض رأيه إلا لأنه عنده خصوصية معينة بتموضعه بالسياسة وبالعسكري وبالأمنة بالسياسة وبالأمنة وبالأمنة من أي ناحية أنه هو حزب عسكري يعني عنده الإسلاح وعنده جهازه الأمنة وعنده عنده جهازه الأمنة طيب بقية الأحزاب ما عندهم سلاح وجهاز أمني عم تشبه حزب الله لبقية الأحزاب مش عم شبه حزب الله عنده إضافة سواريخ الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مش موجودة مع بقية الأحزاب ما بعرف أنا عم بسألك أنا بدي أسألك عند مين أنا ما بعرف أنا رحلك عند مين عند مين ما بدي حياة يعني من مين موجودة بكل الأحزاب وين يعني مثلا أنا عدد لي لو سمح عم بلك بكل الأحزاب بشي ما نسوا أحد لا أنا بعدد لك يهون وانت عند التايار الوطني الحر موجودة بأقل عندهم سلاح متوسط وخفيف بأقل كتير لأنه بعدهم ما عملوا هالتجربة القوات اللبنانية عندهم عندهم سلاح متوسط طبعا اشتركوا بالحرب اللي اشتركوا بالحرب سألهموا سلاح التقيل بس سلاح الخفيف والمتوسط بعده الحزب الاشتراقي بعده معه طبعا تايار المستقبل ما اشترك بالحرب ما عنده هالتلات أحزاب هاو دي ما حزب الله عندهم ما حدا هيئ نعني حتى كمان يعني اللي منه حزبي أنا مني حزبي وعنده سلاح ببيتي حدا كيف يعني حدثك عندك سلاح فردة اصلا انت عسكري يعني طبيعي سمي لي واحد الرياض ما عنده رح أبعت له وخلي يقول لا طيب كنا عم نحكي عن المؤتمر التأسيسي بدي أحكي شوي عن مساعدة الأمن اليوم بالصحف في حديث عن خطر أمني على البلد وخطر عودة يعني المشاكل الأمنية كيف يعني أنا أنا سبق أو قلت قبل بمرة وعامة انتخبوا رأي جمهورية شوفوا كيف بكن تنتخبوا رأي جمهورية تفقوا على انتخاب رأي جمهورية لأنه إذا فلتت أمنيا نعم ما عد بينفع انتخاب رأي جمهورية صدقيني وما عد بينفع تأليف حكومة ما عد بينفع شي نعم وفي عالم من برة دعمين من جوه لتقسيم لبنان لتقسيم لبنان إلى شو إلى كونتونة طائفية إلى يعني شو لبنان مش مقصة ملا إلى حد ما إلى حد ما منشير كلمة حد بتصير إلى ما شو بده يعني جوزفين الوضع خطير نعم ونحن عم نمرق بمرحلة صعبة قدرين لما قدرين عن جد قدرين هالموجة اللي جاي علينا نزيح مننا قدرين ننتخب رأي جمهورية نرسم الحدود البحرية ومنعيش ساعتها بأمان وبسلام ساعتها منقلهم لبرة عملوا معروف شوفوا كيف فيكم تساعدونا ساعدونا بس مش يبعتوا لنا الاسم نعم ما بحب اسمها ويدا طيب عم بتقول أنه الوضع خطير والوضع الأمني خطير اليوم هل هذا قد يمهد مثلا لقائد الجيش وزيفعون الطريق أمام وصوله إلى الرئاسة رحل اليوم الكلام عن النوم يا ستنا يا عيوني شو الوضع خطير وصار في فوضى ما عد بيلحق قائد الجيش يا عم الرئي جمهورية ما عم بحكيك يا عربي ما بيلحق كيف يعني شرح لي أنا بده تعديل دستوري أصدق مش هو ما دخل تعديل الدستوري شو يعني ما بيلحق يعني ما عد بيلحق لا أنا ولا هو ولا حدا نعمر رئي جمهورية عفوا بس ما صمت يعني عم تقول الوضع خطير وبدو يتدحرج لدرجة أنه ما حدا رح يلحقها مرحق طبعا فوضى وقاط عطرقات وتكسير وخطف ناس وقاتل ناس على الهوية هاك رح تصير شو من شو مين بده مين بده يعني هل عب تخوف الناس مش عب تخوف الناس عب تخوف مجلس النواب ينتخبوا رئي الجمهورية عب تقولي أنه إذا صار في فراغ بالرئاسة رح يصير أنا ما بحب اسمعها الكلمة إذا في فراغ بده يضوح مش إذا إذا هاك بده يوصلوا ويتحملوا المسئولية هاك فيهم يتفقوا أنا سمعتوا عم بيعرفوا وأنا وأنتي بتعرفة أنه عم بيشتغلوا على باقة من الأشخاص ثلاثة أربعة هالثلاثة أربعة الكل رح يقبلوا فيهم يفوتوا نقوا واحد أو ينقوا اثنين ويفوتوا عن مجلس النواب سنحكي بيمين هن هون الثلاثة أربعة سميننا إبراهيم موهبي سينضم لألنا من مطار بيروت لحتى يستقبل ونستقبل كلنا سوى المنتخب اللبناني اللي رجع من مشاركته بالتصفيات اللي المشاركة بطولة العالم إبراهيم يعطيك العافية يعطيك العافية جزفين إليك ولكل المشاهدين يعني بالوقت اللي عم نشوف فيه وصول بعثة منتخب لبنان المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم يلي حولت وتحولت إلى حديث الشارع اللبناني مش بس بلبنان جزفين إنما بمعظم دول العالم لما يملك هذا المنتخب من مؤهلات من خلال فوزه بوتتويجه بطل للعرب ومن ثم وصوله للمباراة النهائية بكأس آسيا وخسارته فرق سلي أمام المنتخب الأسترالي العملاق واليوم عم بيتوج هيدا الشي من خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم منتخب لبنان بفوزه مبارح على المنتخب الهندي اليوم نحن بصالون الشرف بعد هالنتيجة مباشرة هو تأهل إلى نهائيات كأس العالم ليكون بين المنتخبات العملاقة نحن بصالون الشرف هذه البعثة وصلت إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان باستقباله مدير عام وزارة الشباب ورياضة زيد الخيامي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة سلي أكرم الحلبي وأعضاء الاتحاد وحشد من الجمهور خارج المطار وعام نشوف رجال الصحافة والإعلام أكيد لحظاته رح نكون مع اللاعبين يلي رح يكون أنه الرأي وهن حولوا من خلال فوز تحولوا إلى أساطير تتذكرهم الأجيال على مدار العصور لأنه اللاعب هن حدث أشياء اليوم إذن إبراهيم لو سمحت نحن رح نرشع لألك بس مرانات طرن نسائل على وزارة الداخلية مع سفير المملكة العربية السعودية وليد المخاري سعادة سفير المملكة العربية السعودية مملكة الخير مع علي الأخ وريد البخاري في داره والخير والفضل للمملكة العربية السعودية ولمجموعة دول مجلس تعاون خليجي على لبنان ما كان مخصور بمذهب معين أو بطائف معينة إنما كان متوجه لكل الأمور الخير والتنمية الأمور الوطنية وإذا كانت المملكة الخير فنحن في لبنان أهل الوفاء نحن تكلمنا مع علي الأخ سعادة السفير بكل الأمور التي تهم لبنان والتي فيها مصطحة لبنان والتي تؤدي إلى بناء وقيام الدولة الفعلية في لبنان ولن أطيل إنما على لبنان أن يترجم كافة السياسات التي التزم بها تجاه المجموعة العربية ولا على رأسها المملكة العربية السعودية أفعالا فعلية أفعالا وليس فقط سياسات نحن في لبنان ملتزمون بمنع أي تعرض أو أي أذى من أي نوع كان يلحق بإخوتنا العرب بأشقائنا العرب بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج وبكافة المجتمعات التي هي مجتمعاتنا والتي نحرص على أمان أمنها وأمانها في إطار رؤية موحدة لأمن عربي مشترك أهلا فيك سعاد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا يسعني بهذا اللقاء إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الداخلية لما يبدله من جهود نعكست إيجابيا على آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في المجال الأمني وأود أن أؤكد بأن جهود الدبلوماسية السعودية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته منوها بخطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تتنافى كليا مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية كما ذكر معالي أود أيضا أن أتوجه إلى الحكومة اللبنانية بترجمة هذه الالتزامات السياسية إلى واقع سياسي ملموس والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية اتجاه المملكة والدول الخليج والتي تهدد منظومة الأمن القومي العربي وفي هذا الصدد نهيب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية كونه مطلوبا أمنيا لديها ولقد تقدمنا بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى مقام وزارة الخارجية في هذا الشأن استكمالا لهذه الإجراءات في هذا الشأن كما أود أن أؤكد بأن جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية حفاظا على أمن المجتمعات وحماية الإنسان وهنا أود أن أذكر إحصائية رسمية لقد تجاوز إجمال ما تم ببطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي وللأسف الشديد كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها تجاوزت 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر خلال الثمان سنوات الماضية أي منذ 2015 ملادي ونحن إذ نثمن الجهود المبذولة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة مثل شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي بتوجيه ومتابعة معالي وزير الداخلية لأننا فعلا لمسنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات ندعو أيضا السلطات اللبنانية إلى المزيد لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المنظمة المرتبطة بها شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا إذن كنا مع حديث إذن كنا مع تصريح سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري بعد لقائه وزير الداخلية في وزارة الداخلية ننتقل نعود إلى المطار إلى زميلنا إبراهيم إبراهيم يعطيكم العافية عم تغطي وصول لبعثة المنتخب اللبناني إلى المطار تفضل لعيب إنجاز 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 كتير حلو والحمد لله رب العالمين أنه الله وفقنا وتأهل على كأس العرم هل وقت المبكر بس كمان هيدا التأهل بوقت مبكر كمان له مسؤوليته يعني ما فيك تسترخي هلأ عشان نحن نقف كلمة حربنا جيمة كلمة حصوصنا كانت أحسن بال بالبولكوب فحمد الله أنه تأهلنا شبناها عندهنا بس هلأ مسؤوليته مسؤوليته أكبر 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 على اللعيب على الاتحاد على الجمهور على الوزارة المدير هم موجود لازم كارين يتحملوا مسؤولية يعني اللعب على الملعب مش بس مسؤولية اللعيب والكوتش مسؤولية كل حدا كل حدا نحطنا بـ نعم نحن على الهوى مباشرة عشاشة الجديد إذا بدأت تقول كلمة للشعب اللبناني للمسؤولين اللبنانيين أنتوا اليوم حديث الساعة حديث كل الشيء نحن هلأ على مرحلة كثير حلوة وإن شاء الله يمكن نقدر نعمل نعمل إنجازات مما ننوصل على بطوط العالم ونقول يا ريت كان عندنا إمكانيات نحن لدينا إمكانيات معنوية ومادية خاصة مادية عشان نعمل نعمل أبكريت في كثير إشا بالمجنس يعني ما فيه كامل على الفوزيشن فايف نجيب واحد على الفوزيشن فايف يكون ترقى بضايا كمبريشن راح تقوى نعمل معسكرات نعمل نعمل نحن بحاجة لدعم الوزارة ودعم الشعب ودعم مادية الخاصة الخاصة عشان نقدر نعمل كل التحضيرات اللي 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 أو خارج لبنان منتخب لبنان اتأهل إلى نهايات كأس العالم وهو كان حديث الشارع وبالتالي علي حيدر وكل اللاعبين عم بيطالبوا بأنه يحظى باهتمام كتير كبير لأنه سنة 2023 العام المقبل سيكون هو عام مفصل لكرة السلة اللبنانية لأنه هناك سيكون لبنان بين الكبار سيرفع علم لبنان بالمحافل الدولية وسيكون له كلمة الفصل جزاكين شكرا لك زمينة إبراهيم وهبي شكرا لك على هذه الرسالة ما توخزنا يعني كترو باعت في حد يلا أنا ناطق شو منعمل كترو عفكرا في الوزراء عم نعملوا جولة يلا خروحي عجب لا زمينتنا زمينتنا ريف عم ترافق أنا بعد شوية منكون معه ريف ما بقبل ما تحدي ريف شفت الكتاب مفتوح قدامك عم نحكي عن الحدود هيك بنا نختم بهذا الموضوع قبل ما اختم بهذا الموضوع كلهم بينادوا 128 نايم بينادوا برأي جمهورية سيادة مش هك مش عم بيقولوا سيادة أين السيادة إذا انتخبها من الخارج بس كنت عم تقول أنه فيه ثلاثة أربعة تعرفون وعم ينترح هنه مش هضيع الوقت فيه شيء أهم من هيك شو هو 643 أنا أنا هيدا الكتاب عم بقراه هلأ شو اسمه نعم حقوق بين الخطوط لا أنتوام راد مش موجود عم بقرا وإذا اتفاجأت أنه المرسوم 6433 نعمل استنادا على قانون صدر من مجلس النواب رأمه 163 تاريخ 18-8-2011 على أساس القانون بالقانون بيقول على الحكومة تعمل مرسوم تطبيقية عملت المرسوم التطبيقية اللي رأمه 6433 وهون بالمرسوم حددت الخط 23 غلط مش متل ما انه مكتوب بالقانون وبعتته على الأمم المتحدي لحد هلأ مجلس النواب لم يطالب الحكومة وما بيقل إسحابي هذا المرسوم لحتى تصلحي لأنه مش هيك نحن أصدرنا الأنون نعمل المرسوم وفي خطأ كتير كبير بموضوع تحديد الخط 23 من رسم متل ما رسموه بالأنون 163 بس بموضوع لحدود اليوم الأمين العام لحزب الله وضع شهر أيلول كحد أقصى للتوقيع وإلا قد نذهب إلى عملية عسكرية فسروا الكلام إسرائيل ما وقعنا لواحد أقلوله بلاشت تستخرجي بواحد أقلوله لا أكيد الرايحين نحوها مشكل توقفي وبتتراجع ويمكن تسحب تسحب البواخر الموجودين نعم ومنتفق نحن ويكي على تاريخ تاني بس أنه أنت تحفري ونحن لا مش رح نقبل ومن المتوقع أن يقوم يعني لأنه إسرائيل عم تجهز أصلا يعني الصفن موجودين وأوروبا بحاجة للغاز أكيد أكيد فيه ثلاث أسباب حالي أنهي لقياها ثلاثة سبب الأول بيحتاجوا أنه هن عندهم انتخابات بثلاثة تشرين ويمكن الأمريكان الموافقين لأنه هن كمان عندهم انتخابات مصفية وكمان يمكن هدها هالقرار بيخسر الأمريكان سبب الثاني أنه كمان بالشارع بالشارع الإسرائيلي أنه كيف إسرائيل بتردخ لتحديدات حزب الله وأنه بآخر أيلول خلاص ما نمشي يعني ما رح يعطوا أطول لحزب الله وسبب الثالث يلي أنا شايفه أنه ما بدون شي ينجز بعهد الرئيس مشال عون أنا ناطلين بس ما الرئيس بحاجة للتوقيع رئيس الجمهورية طبعا بحاجة للتوقيع مشان هاك عم بقول لهم تخبوا رئيس الجمهورية نعم شكرا لألك العميد مروان لا بدي قابل ما تنهيها لأنه أنا أنا صبرت عليهم يلا المادي خمسين ما لقيت لها تفسير لأنه أنا عم عم بلش حط النوت اللي مفروض أن بعض المواد تتعدل بالدستور وهذا الدستور اللبناني كتير مهم عن جد بس إذا عدلنا نعم وطورنا المادي خمسين مش منها لا نحطي محطوطة من زمان عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم فسريني شو معنات أزمة الحكم شو اللي قصد بأزمة الحكم أزمة شو معنات أزمة نعم عندما يقبض رئيس الجمهورية أنا مني بينتخبول رئيس الجمهورية بيقبض على أزمة الحكم ولا بيقبض على الحكم على أزمة الحكم ما لقيت فيه إلى التفسير هل موضوع الدصور والتعديل الدصورية بحاجة إلى نقاش كثير بعتقد أنه هن رح يكونوا موضوعين يقاش بالمرحلة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله فيه إشياء كثير فيه إشياء كثير هيني إني كتعدليها وفيه إشياء كثير مفروض تعدليها مشيما ما يكون إلى تفسيرات اثنين كل ما بده تأميلات عديدة تسخدم عند الحاجة حملت أوجه شكرا لك العبيد مروان شربل على حضرك معنا اليوم بهذه الحلقة من برنامج الحدث أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدين على المتابعة واللقاء